الساعة الرواتية 8 مع عيد موجز الأنباء مع ليندا تفضل ياميند شكرا منا الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود مشروعات إنتاج الهايدرجين الأخضر في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتلك المشروعات باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة ومن ثم مركزا محوريا للربط الكهربائي بين أوروبا ودول العربية والإفريقية وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجه الرئيس السيسي بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهايدرجين الأخضر خاصة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عمادة هذه الصنع عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات في القطاعة الاقتصادية المختلفة وخلال الاجتماع أشرت وزيرة التخطيط هالا السعيد إلى أن أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق مصر السيادي هو استقطاب الاستثمارات والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص مؤكدة أن الصندوق يعمل جاهدا لتحقيق هذا الهدف في ظل التقالبات الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي تؤثر سلبا على تضفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة من جهته أوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أنه يوجد 21 مشروعا تحت الدراسة للاستثمار في عام 2022 في ستة قطاعات مختلفة عقدت النيابة العامة ثاني أيام الدورة التدريبية للأشقاء من النيابة العامة بدولة ليبيا استمرارا لتعزيز أليات التعاون والتبادل الخبرات بين النيابتين تناولت موضوعات اليوم الثاني للدورة التدريبية الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتسليط الضوء من خلال ذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تلك الجريمة وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا أنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى إجمع خلال أيام على خزمة سادسة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تنهي استهلاكه لنفط وغازي روسيا في أقرب وقت ممكن وأكد روتا في مؤتمر صحفي مشترك في جوبلين مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن أن على الاتحاد الأوروبي وقف استيراد النفط والغاز الروسي لأن موسكو تمول العملية العسكرية من خلال إرادات النفط والغاز أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن السياسيين الغربيين الذين يتحدثون عن هزيمة روسيا في أوكرانيا لا يعرفون تاريخ روسيا وقال لافروف في كلمة له أن هناك محاولات من قبل الحكومات الغربية أو بعضها على الأقل لتحفيز الميول المعادية للروس مشيرا إلى أن هذا يثير قلق موسكو وعضف لافروف أن دول الغرب ستضطروا للاعتراف بالواقع الذي يتهيأ على الأرض وأن الغرب سيضطروا للاعتراف بأنه لا يمكن تضييق المصالح الحيوية الروسية أقرى الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة تواجه رياحة اتصادية معاكسة مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية وأكد بايدن على هامشي زيارته لليابان أن الولايات المتحدة لديها مشاكل يعاني منها بقية العالم مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى قلب أسواق النفط العالمية وفرضت ضغطا على الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على الطاقة الروسية قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن مسؤول الصحة الأمريكيين بصدد الإفراج عن جزء من جرعات لقاح جينيوس لاستخدامها في حالات جدر القردة وقال مسؤول المراكز إن هناك أكثر من ألف جرعام في المخزون الوطني وأنهم يتوقعون أن يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة في الأسبوع المقبلة